حتى لو أولاده أحياناً ما سموهش كلامه أحياناً تعبوه برضو ينفق عليهم ليه؟ لأنه بيحتسبها عند الله مش منتظر وليه شكراً يا بابا جزاك الله خير يا بابا احنا ممنونين منك أو يا بابا مش منتظر دي وإن كان مطلوب الابن كمان أنه يرعي هذا مع أبيه لكن هو الأب بيعملها لوجه الله حتى لو الابن ما شكرش بلسانه وخرج عن طوعه أحياناً مش احنا في بعض الأبناء بيبقوا عق يجيلوا مرحلة كده من حياته يبقى عق شوية لأبيه وبعد ربنا يهديه ويرجع تاني فترة عقوقه برضو واجب عليك ننفق عليهم اوعى تعرضه في فترة عقوقه أنه يحتاج لغيرك ويمدي إيده لغيرك وبالتالي ينحرف وينضم للناس المنحرفين فيدلوه على تجارة مخدرات أو على سرقة أو على أشياء منحرفة اوعى تضر ابنك لما يجي الشيطان يضحك عليه ويعق لازم أنك أنت تضمه ليك وتحميه لأنه في وقت ضعف اوعى تقوله أنت إيه أنا بريء منك وتترده وتقفل الباب في واشه لما أنت كده بتعمل مجرم أنت كده بتصنع مجرم لأنه حيسيبك ويمشي في الشارع ملوش أي حد حيمدي إيده لإيه يا إما يسرق يا ينضم للعصابات يا إما يتجر في المخدرات يا إما يقع في الإدمان أو يبقى مجرم كبير يبقى أنت كده أنجبت مجرم في المجتمع أنجبتش إنسان صالح يبقى الإنسان ابنك حتى لو عقك أحيانا ونسمعش كلامك أحيانا لازم تقف بجانبه في فترة حقوقي لعل الله يرده مرة أخرى فهمت عشان كده لا تعامل السيئة بالسيئة لا تقابل السيئة بالحسنة تمحوها فناخد بالنا من الحكاة لأن في أباء ابنه طول ما هو بيطوعه ينفق عليه يجي إعصاء يقول له هحرمك من المراس ومش هنفق عليك ولا أنت ابني ولا عرفك منت كده إيه بضيعته وكفى بالمرة إسما أن إيه أن يضايق أدي معنى يحتسب يعني مش مش منتظر إن ابنه يبقى ممنله كمان وإن كان مطلوب إن الإبن يبقى ممتن لأبيه لكن افرد إن أنا بتلاني ربنا بابن بابن يمتنش لحد ويقول لك ما أنت خلفتيني واجب عليك تنفق علي مش في عيال بتقول كده لأباهم بقلة أدب كده وصفاقة يبقى قلة الأدب دي من الإبن ما تمنعكش إنك أنت برضو تنفق عليه وتصبر عليه لعله يدخل تاني إلى حظيرة الأدب فهمت إياك تتخلى عنه لشيطانه أو جهله أو نفسه الأمارة فإيه فتوقعه في الحرام فهمت بقى كلمة يحتسب دي مهمة أوي دي تخليك تصبر عليهم وتنفق عليهم وهم بنينك كمان وهم ما بيشكركش أدي معنى يحتسب لأنه منتظر بتسوابها عند الله مش منتظر بتسوابها إيه في الدين لشان كده المصريين يقول لك إيه اعمل الخير ورمي البحر يعني ما تنتظرش سوابه في الدنيا انتظر سوابه في الأخرة بس أدي معنى إيه يحتسبوها فدي نقل كلمة مهمة إيه النبي صلى الله عليه وسلم موفق في تعبيراته موفق في تعبيراته ترجمة نانسي قنقر